إزاي يعمل قائمة منسدلة أو Drop Down List في الأكسل عندي هنا بيانات عبارة عن اسم الطالب وعاوز أعمل قائمة منسدلة أختار منها إذا كان الطالب حاضر أو غائب أو مريض فأحدد الخلايا اللي هعمل فيها القائمة المنسدلة وهروح على Data وأختار من هنا Data Validation في Allow أختار List وفي Source هدوس على السهم ده وأختار القائمة دي اللي هي حاضر وغائب ومريض القائمة دي ممكن تكون في نفس الشيط أو في شيط تاني عادي هدوس هنا وبعدها هدوس على OK كده بقى عندي قائمة منسدلة أختار منها الحضور طب لو عاوز أخلي حاضر بلون وغائب بلون ومريض بلون فأحدد الخلايا وهروح على Home ومنها Conditional Formatting وهنا أختار Highlight Sales Rules وهدوس على Equal To هنا هكتب كلمة حاضر ومن هنا هختار اللون اللي أنا عاوزه هدوس على قصدن Format وأختار اللون ده وأدوس OK وأكمل نفس الموضوع لغائب ومريض وبكده بقى عندي Color Coded Drop Down List أو قائمة منسدلة بألوان مميزة لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجاية إن شاء الله